العالم ليه هدف واحد اسبت ذاتك في كرونسوس الأولى 1-21 لأنه إذا كان العالم في حكمة الله لم يعرف الله بالحكمة استحصن الله أن يخلص المؤمنين بجهالة الكرازة هو ليه حق صاحب السؤال ده؟ لأن الآية تبدو صعبة آية صعبة بيقوله بوليس الرسول إذا كان العالم في حكمة الله يعني حكمة ربنا تختلف عن حكمة العالم إيه حكمة العالم؟ حكمة العالم وعايزة أقول آية قبل ما أدخل في الموضوع يقولك محبة العالم عداوة لله إيه كلمة عداوة؟ يعني ضد يعني ضد أصل العالم ليه هدف واحد؟ اسبت ذاتك دور عليها في كل حتة في العالم تلاقي كل واحد في الدنيا عايز يعمل إيه؟ عايز يثبت ذاته أنا في وظيفة عايز أثبت ذاتي أنا في ارتباط زوجي عايز أثبت ذاتي أنا في أي عمل من الأعبال عايز أثبت ذاتي خايف أقول أنا في خدمة عايز أثبت ذاتي عن إخواتي إثبت الزات اللي هي الأنا ودي أصعب حاجة عشان كده ربنا قال إنكر ذاتك عشان تمشي في سكتي تنكر ذاتك وتنكر ذاتك يعني تفضل غيرك عنك فهنا لما بيجي يتكلم يقولك إذا كان العالم في حكمة الله لم يعرف الله إيه حكمة الله لم يعرف الله لإني مشي بحسب فكرة العالم اللي هي فكرة إبليس إثبت ذاتك طب تعالى أشوف إزاي المسيح وضح حكمة الله وحكمة العالم إحنا بنقول يا بخت الأغنياء صح وهو يقول طوبة للمساكين نقول يا بخت الناس الفرحانة والمبسوطة يقول طوبة للحزانة يا بخت الناس اللي بيوتها مليانة أكله شربه شبعانة طوبة للجياع والعطاش يا بخت الإنسان اللي الناس كلها تعمله ألف حساب طوبة لكم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم كل قول الشرير من أجلي الفكر ده هو ده فكر البشر في حد يحب يكون مسكين حد فينا يحب يعيش حزين حد فينا يعيش جعان وعطشان حد فينا يعيش مطروض من أجل البر ما حدش قابله طب ما هذا فكر الله ده حكمة الله عشان يقبل الناس لا إحنا مش عايزين كده على رأي المتنيح البابا شنود قال إيه قال الغاني عايز يبقى غاني في حياته وعايز يبقى العذر في مماته قال ما تنفحش ليه قال له استوفيت خيراتك في حياتك أنت كنت هنا بتتعزى أيوة كنت شابعان بالدنيا وراضي بيها وما بتفكرش في أبديتك وده كان هنا بيتعزى بيقوله تعالى بقى ريحني وخدني هو الآن بيتعزى وانت تعمل إيه بتتعزى فهنا لما بيقولك لأنه إذا كان العالم في حكمة الله لم يعرف الله بالحكمة طب ربنا حب يوضح لنا إيه هي حكمته استحسن الله أن يخلص المؤمنين بجهالة الكرازة إيه جهالة الكرازة؟ إن الإنجيل بيكرز إن الغالي مات من أجل الرخيص والقدوس مات من أجل النجيس والبار مات من أجل الضال حكمة مش موجودة في العالم حكمة لدرجة لما جي يتكلم عن حكمة العالم بولس قال بالكاد يموت بالكاد يموت واحد من أجل إيه؟ الصالح لكن ربنا بيّن لنا محبته وإحنا ما زلنا بعد لغاية النهاردة خطاه مات المسيح عننا يكفي إن أول كلمة قالها أول كلمة قالها قالها إيه؟ قال يا أبتاه اغفر لهم إيه هي جهالة الكرازة؟ الصليب العالم لا يقبل الصليب ما يقبلوش خالص عشان كده لما ييجي يقولك جهالة الكرازة إيه هي جهالة الكرازة؟ لأن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة وضحت الآية ولا لا؟ جهالة الكرازة إن الناس بتوع الفلسفة بيعتبروا الصليب جهالة واليهود يعتبروا إن الصليب عسرة عند اليهود عسرة عسرة يعني خلهم إيه؟ رب نسبهم وتخلى عنهم اتكعبلوا اتكعبلوا عسروا في الطريق وقال لهم هو إذا بيتكم يترك لكم وقال لهم وبين اليونانيين الفلسفة بتوع العالم جهالة أما عندنا نحن المخلصين فهي قوت الله